موسيقى 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 بتحس اللي بيلبسوا كعب عالي وبين عليهم مبتدئين بتصير تحس الكتاف قشطت وكأن ما في سئة والمشية هبطت وبنصير مكبشين بصبيع اللي نمشي اليوم رح أعطي هيك كم تب اللهم فيها كيف ينقوا الكعب يلي بيزبط للقامة تبعون مع الوزن تبعون كيف يلبسوه بطريقة يعطي القفة المطلوبة منه الكعب يلي هو الوقف السابتة والخطوات المضبوطة طريقة المشي بالكعب العالي طريقة المشي الدوب السمال مع كل أنواع البلاتفورم كمان أتعتبر كعب عالي يعني الحديث طبع الكعب العالي مش بس بالستيلتو أو البوينتو يلي الكعب يلي بيجي كتير رفيع رفيع ومروص الكعب الرفيع محبب ما تلبسوه اللي عن جد بتعرف تمشي هي وليبسي هيدا ستيل الكعب مش شخص أول مرة عم بيجرب يلبس كعب تركه دغري تنبش على الكعب الوينتو ما بيعطي ركزة مضبوطة وما بيساعدك بالمشي من أول الأساسي اللي بدن ينتبهو لهن وعم بنققوا كعب عالي أكيد بحكي مبتدئين وبحكي اللي دجاب يعرفوا ما نقيس وتننزل على السوق ما نقيس الكعب العالي الصبح بيكونوا الأجرين مرة متقيسة الصبح لا الصبح بيكونوا ريئين محبب نقيس أو بدنا نشتري شوسير الكعب العالي صوب بعض الضهر صوب عشية أكتر ليه خلص تعب الجسم ما بقول أنه ورمت الأجر بس أنه أخذت شيب ما بقى مرتاحة مثل الصبح واللي عم بيسمعنا هلأ دغري بينه وبين حاله رح يقول إيه مضبوط ما أنا أولا اشتريتها كانت كتير منيحة ليه ما عم بقدر ألبسها هلأ سو القيسات بالكعب ما نتكل لأنه الشوسير من أهم القطع اللي على جسمي أنا بدي أرتاح فيها بنهار إذا زي عجتني خربتلي كل أكيد ماشيتي صح تفكيري المناسبة رايحة عليها بصير دخيلكم مش عارف كيف بدي يخلص ننتبه أنه إيه عقياس إجرنا مضبوط واتعم رح أشتري شوسير حتى لو نمرة إجري بار إكزامل 38 إيس 37 وإيس 39 يعني إيس الأكبر وإيس الأصغر وإيس يلي أنا معودي إنه هيدا نمرة إجري هلأ هني الشوسير عنده نورم كلهم بيمشوا على بوينتور معينة بس في عندك بعض المصادر أو المعامل بتفرق معا نص سنتي وهي دي النص سنتي بتلعب دول إذا الشوسير مفتوحة ممكن يكون إيس بإجري شي وإذا بوينتور ومسكرة ومبوزة بوزة سكربينة ممكن يكون عند إيس تاني سو أنا ما أقول إنه إذا عطيوني 39 لا 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 أنا إيس 38 ما حق أخدها لا بالعكس جربي عملي كم با ماشي تتأكد أنه أنت هاي دي الشوسير من ريحتك مش عموكات مش عسجادة ومش عباركي على البلاط على البلاط وإجرتين مش إجر واحدة يعني العطولة بيعطوك بالمحل تتأيس بيعطوك اليمين طلوب للشمال لأ اليمين كتار بيقسوا من هيك نحسها مرتاحة بالإجر أكتر نحنا كشباب يعني حتى من إيس لتنين ومنتأكد أنه عن جد مرتاحة بإجري قعد بالشوسير وقف بالشوسير وامشي كامبا بالشوسير لأنه أيام مننغش ياس واحد وبيمشي خلينا بلش نشوف الصور معك غنوة هاي دي الصورة هون الأكسسواريتي اللي بتساعدني إذا أنا بحس أنه عندي إزعاج بشوسير معينة أنا عطول بنبه عليهم لأنه عن جد ما كتير منفهم ما كنا نعرف فيهم سو هيدا الأكسسوار بينحط على الشوسير يلي بتكون جلده كتير إيسي وبعطول بيقولك لس حت لإجري من وراء وبتشوفه نحطين بلاستر هيدا الأكسسوار فينا نشتري ونحطه بشوسيراتنا الجديد وبالشوسير يلي منه جلد طبيعي وبالشوسير يلي منه شاموة لأنه هوا بيكونوا شوسير كتير إيسي شو ما عملنا إيام الدرزة هي يلي تزعج بالإجر في الأكسسوار التاني يلي عندهم على البومات بالإجر منتحد بيحسوا أنه هن على الدعسة بينزعجوا أو عندهم شيء بالصبيع بتعرف إيام بتحس أنه الأصبع بشت منحط هيدا كمانا بقلب الشوسير هيدا منه الضبان هيدا منه اللي عم زغر القياس نص لا هيدا لا تريح بس هون تترو بالمرا لا 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 هون هي بتحسها شوي سميكة بس على الإجر لأنه أوكي مثل وهيدا أول واحدة ما بتبين يعني مثل البلاستر نو 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 ما بتبين وافضل نجيبها كولور شار يعني نقل الكولور الشار نفرة إذا في حال بيان مضبوط هون الأسس اللي بتساعد يعني عندهم مشاكل بالكعب العالي هاي بتنحط على كعب الشوسير من تحت تقلك ليه إيام وقت عم نشتري الشوسير هلا عم نفوت بكتير تفاصيل بس عم جد بتساعد الشخص هو عم بنقل الكعب تبعه لازم نحمل الشوسير ونجرب نشوف إدي هي فلاكسبل أنا وماشي بتطوي مع إجري ولا حتظله بلوك واحد لأن المنة جلد ما بتطعج مثل الجلد يعني بتكون هالأدلة عم بحكي عن النعلي من تحت إيام بتجي بلوك واحد منحطهم من تحت تما تجي دغري الإجر عم بحكي عصص نحنا من عيني ما بتجي الإجر دغري على الأرض وبتحس أنه الكعب الإجر من تحت ملتك أنه عم بيحترقها شوي الفرطمان من تحت بيصير يزعج سوما نحط هاي دي تحت الشوسير وعفكرة هيدولي بيجو ست ممكن نقدر نغيرهم من بعدين تتكبش بالأرض تكمش ما بتحس حالك فلتين هون رح أحكي عن الشوسير يلي بكذا كعب بس اللي هني البيزيك تبع غزانتنا يلي فينا ننتبه إنه نحنا نقل كل كعب بإياس معين وبنهارة حسب قدي أنا تعبيني بجسمي يلي بيروح أشغل كل يوم وبمركز رسمي أو بمكتب ما في يلبس أصلا مش مقبول نلبس open toe على مكتب أو نلبس كتير فلات هيدا الكعب يلي ماكسيمون بيصل للخمسة سنتي هو أكتر كعب مريح عندنا الثلاثة والخمسة مريحين اللي كتير معود بيقدر يوصل على السبعة سنتي بس أكتر من هيك بتبطل بروفسيونال عم بحكي يلي بدو يلبس على شغل يلي بدو يحكي عم بحكي رايح تقدم على انترفيو شغل أو بالخمسة للخمسة يعني معنى للسبعة معنى للسبعة للي هي معودة تمشي فيها مش تبين أنه تقيلة كل ما بدها تقوم وهي وماشي مشيتها غلط أو بتحسها كامشي بالشوسير مش هنيك حطيتها دولة اللي تقوب مع الألوان الدبل سمال والكعب اللي هلقدي عالي اللي هون 11 بدي بس نبهنا على شغلة انه بالعادة وقتا كتير منلبس كعب عالي بتحسوا انه الإجر بتصحت صحيح الغلط انه شوف صبيع الإجرين طالعين برات حرف الصندال أو سكربين حرف الصندال أو حتى لو ما أنا دبل سمال تحسها دقت بالقب هيدا إياس غلط حتى لو الشخص إياسه 38 وعولي بس 38 يعني انت الشيب منى إلك هيدا شوسير منى لا فورم إجرك حتى لو ظغريت تطبط إجرى أكتر بدنا ننتبه بالمفتوح على الباندلات تيجي ماسكة الإجرين ما يقشطوا أكيدا مش توجع وبدنا ننتبه أنه اللقطة اللي بتجي على الأنكل تحت ماسكة كمان تما تقشط الإجر وما نشوف صبيع برات إجرى بيصير فيه ضعف بيصير فيه خلل شيكة اللوك اللي طالعين فيه من الفوق لتحد أنا عطول بقول لهم كمان أنه الدبل سمال هل أدي للعين أوي ما بيعطي أناقة نعم يعني جرب خبية شوي هلأ بده أجسام صراحة أنت نكون واضحين بده أجسام وهن كتير منستفيد منه أنه نلبسه اللي بتيت تايو عبيلون كتير يبينه أطول وبيلبس كتير بالمناسبة الرسمية بتعرف مع الروب لونج حلو يكون واحد أنه نبين طوله مضبوط الكعب يلي كتير إيزي نلبسه كل يوم من دون ما يتعبنا طلع كيف بيبقى جاية مثل عامل في سبعة بس شوي مريح الأجر تنديك يلي كتير ريجيد ولقيت كعب الأجر مش سميك مثل الكويكلي يعني الكويكلي منه مريح منه مريح هيداكي يلي مريح يعني عم تقول أن الرفيع مثل الكويكلي ما أنه مريح هيداك مريح أكتر وما أنه كتير بس كمان فيه هلا لأنه الموضة مساعدتنا وبتعرف فيه أشكال والسنة لأنه دارج الجيومتريك كعب من وراء فيه يكون مدور كله سواء من فوق لتحت فيه يكون كريه هولي بيريحه بس أدما منرفع أدما ما بيريحه بصيروا مزعجين راح نشوف كمان بعد بس هيداكي هون بين هللين يعني حسب المناسبة أوقات بتشوفيون يعني بكعب كأنه مصمار واقفين على مصمار الرسميات كثير الرسميات هوده ضروري أو عشا أو صهرة أو عرس العرس أكيد من أكتر المناسبات التي تعتبر رسمية بس الفكرة أنه ما يلبس ديلي وبيعطي تعب كثير للجسم الكعب العالي غير أنه بيزعج الركبة بيزعج بطات الإجرين بيزعج الكاحل من تحت والوقعة فيه حرزينة مكلفة كمان نحن وعم نلبس الشوز أو تنكون مرتاحين عطوله مننصح أنه نحط كرام نجرب نحط على الإجرين كرام نلبس الشوز ونمشي فيها شوي تأخذ على فورم الإجر مش تكون كتير تحس أنه عم تزعج بالإجر مثل ما قالت قبل منزيدها شوي أنه جرب الشوز 15 دقيقة البسيها بالبيت 15 دقيقة قبل ما تظهري فيها بس ما بيتقبل أنه تن اس 15 دقيقة أكيد ما جبت سيرة الكولان مع السكربينيات المسكرة والكعب العالي نحن نعمل حلقة لوحدة أكيد لا بس لأن هيك استغربت أنا في شغلة لفتتني أنه بأول سور شفنا وقلت أنه هودم نحط تحت مش تلقجر من قدام ما بيمشوا لساندال مكشوف مثل اللي شفنا دول بلع ترانسفاران بيمشي لأنه ما بيبين في ترانسفاران في من كل شي كل الألوان بس أنا حطيت هيكون لدينا تشكيلة من كل شي الشوسير اللي بتلقط على الأنكل حكيت قبل بشوي أنه وطبق يكون الساندال كتير مفتوح إذا مفيلت مزعج إذا لقيت على الأنكل مزبوط بيخفف من الإزعاج طبع طول الإجر الباندلات يلي كتير ننتبه تعرف عندهم كل الدام عندهم العظمية اللي بتجي هون مؤلمة جدا إذا شدينا كتير من أدام أول إياس ما منحس ما منشعر أننا مزعجين على الوقت والطول ينتبهوا أنه يكون لائط مغطة مش بعدين ألبسها وثلاثة ربعة غزين شو السيرات ما قادر حطهم بإجري لأنهم ما عرفت نقيتهم تعرف الشغلة هيك بتلفتني أنا أوقات بيكون يعني في ستات مش ضروري يكونوا مليانين بس أنه عندهم هيك بإجري وبتلاقي هون هيك يعني في نطوئات مبينة بين يعني خط وخط أنا يعني أنا عطول بقول هيدا التوعية اللي منحكيها والتبسية اللي منعطيهم عن جد ما لازم يبسوا لأك مفتوحة أو بها الطريقة يروحوا لأشية تضب لهم إجرهم يلي عندهم مشاكل بإجريهم وشوفي منهم كيسز كتير بتعذب معهم لأعرف لإيلون مضبوط الشوسير المضبوطة بنشتغل على تفاصيل معينة بالشوسير نوعية الجلد كتير بتلعب دور ما تعطي مجال أنه نحنا يصير لبس الشوسير إزعاج لإيلون صح يعني هو متعة تنبسط فيها الليدي هي ورايحة على أي مناسبة أكان على شغلة ولا على أي مناسبة تكون مرتاحة لأن قلت قبل شوي شغلة كتير مهمة بيصير في عندهم حالة من التوتر ومشوفهم لما مكون ظهرين مع أصحابنا بتركض على السيارة دغرب تشلح سكربيني داخل إجراء يكون رايحوني يلا بدي روح يعجبني ملايك 100% يلا بدي روح يلا بدي روح يلا بيما فكسونا صهرات من ورها الشغلة منتبع مع الصور بعضنا على سبع دقايق حلينا نخلص كل الصور أوكي والإنفوريشن هاي دي اللي عم بيروح على شغله أكتر من كل يوم نشوفها كتير نشوف كتير لابسين أوبنتو أو لابسين شوز فيها كتير ألوان أو هي الستيتمنت الأساسية بي ما بين راح فيها على شغل إذا بدنا نحترم نارم هلأ تعرف نحنا بالموضة في شيء اسمه مش أنه أنون ونزل علينا لا في شيء بدنا نحترمه تنقدر مراعين ظروف الشغل هاي دي الصورة بس عم فسر فيها أين المسموح روح فيهم على شغله وأين يلي بيقطعوا واللي نافر ما بروح فيهم الدوب السمال مع الكومبانسي من قدام ومن وراء بصير علوة مش مسموح على شغل الكتير فيه ألوان مش مسموح على شغل يلي فيه ستراس وفانتازي وفي تحرته كتير ما بروح فيه على الشغل أول ياس هني اللي بيقطعوا وحب يعلق على الصورة الخامسة من فوق دوت راكات الخامسة من فوق يلي فيها لونين من قدام سيلفر ومن وراء نوار مفتوحة على الطوارف شمال ويمين تعتبر من القصص اللي شوي مش شوي تعتبر فورما الفيني ألبسها تنديك يلي كتير مفتحة أو إلى أكسسوار كتير ما بروح فيها هل هون عبالي أسأل إذا بين لبسوا كلهم على جينز دايق ضروري دايما على جينز دايق حلوين وعلى العج الواسع اللي كانت يرجي بالصيف هون بدوا يلعب جو الزو ما فيني يقول أنه هيدا لا وهيدا إيه لأنه بدي إلحق اللون وبدأ إلحق الموديل وقته بشوف القطع يعني فيه تنينير نهائيا ما بيلبق بدي ألبس لها شوسور مسكرة كعب علي بيقول لك لا هيدا بتلبسي لها ساندال وبدو يجي على ستيل في له ربطات ويصال لحد هم دورون هم رأتون يعني ساعتها طيق خلينا نتابع حتى نجرب الفرق بين القعوبة مثلا هيدا الكعب من يلي ما بيلبس أبدا على الشغل كتير مهدوم كتير فانتازي بس خرج خرج مناسبة حتى خرج عرس بس إذا ما مكتوب عليه نايس لأنه كل شي بالشوسور أو بالتياب مكتوب عليه بيروح على اللاين طبع كعجول بطل يعطي رسمي بس الشيب بحد زيتها والفكرة منها هيدا الصورة لفرجيون كيف الفورم طبعا الصبيح قاعد بكل موضع للشوز صح مش إنه مغطى الشوز بس يعني بشوف برندات عم بتنزل شوسور عليها المارك طبعا وواضحة مع الساك نفس الشي ونفس النقش رسمي ما هيك ما بقى ما كتير بعرف البرند بتنزل لك اللوغو طبعا بمطرحها معين بس مش للرسمة هيدا رسمية بس عمقوله ما بتروح معي عرس بتروح معي على جينز على سهرة على ما بعرف عيد زواج على بارتي بس أبدا ما بقدر روح فيها عرس مع برند بش إنه أبدا بمعنى أنه أنه أليا إذا منتبع التعليمات يعني فينه أخد على طلالة عشرة على عشرة وفينه أخد ثمانية على عشرة وكلهم حلوين هيدا يمكن بترجم السؤال اللي سألتك إذا على فستان أو طنورة وقدي الكعب لازم يكون إذا عالي أو بيسوى يعني مثل هيدا ستيل على ثلاثة سانتي أو خمسة سانتي بيقطع الكعب هون في ديزاين من قدام ممكن ما أنه كتير واضح والمناسبة رسمية ما أنه الكاجول العادة ما أنه البيزيك طبعا غزانتي اللي عطول أنا عم متناول إيدي ولازم تكون معي بس عم فرجيون أنه فينا نلبس هذا الكعب حتى لو كانت التنورة ترانسبارانت مع أصير عم بعطي أفكار لأنه بيضيعوا ساعات أنه هيدا شو بالبسلة صحيح متابع كمان مع مزيد من الصور منروح لآخر كم صورة الكعب العالي كمان على البوتس والبوتين وعن فكرة الشباب البوتس الكوي بوي اللي بيلبسوه يعتبر كعب عالي من كاتيجوري الكعب العالي يعني بعضهم بيحنوا بيحنوا بعضهم على أنه هن أساسا نفس الكعب العالي أوكي كمان بالبوتس بس ناخد أفكار أنه الكعب العالي بالبوتس بيقدر اللبس مع تيبنا الشتوية مثلا هون فستان أبيض أصير صوف بس البوتس اللي عالي مع شوية كعب بيحضر فيون مناسبات بتتشتغل على الأكسسوار بعدين هم نرجع ونحكي أنه حسب المناسبة اللي أنا رايحة علي إذا منسبتك عجول أو منسبتك كتير كتير رسمية تسألتني على الكل شو رايك بالسوكس مع الشوز مبارف أنت بديك تخبريني أنت هي تراند رح نشوفها بس مش تكل بيتقبلها يلي كتير بيعيشوا الموضة بيحبوها بتقلك عليك حلوة بس أنا ما بلبسها بس هي تراند رح نشوفها أن بلوس لأنه شتوية بتنلبس معنا على الأوبن على الأوبن تو وبينحط سوكس وهون يخرج أوكازيوم كخبيرة موضة غنوة كسابوة مستشارة مظهر خارجي آخر نصيح بتعطيها للستات وبموسم الشتي منرجع منشوف السكربيني المسكرة بانتظار الربيع والصيف الأدن ولكلان حاضر ناكس 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 عن الكل موضوع شو النصيحة اللي بتعطيون إيها مش إنه لأنه شوسير حلوة بشتريها حتى لو زيجتني لا ريحت بالشوسير بتنعكس على طلطة وعلى ماشية سونا إشي يريحني وإلا ما تلاقي إشي حلو بيلبق مع الطول المعين مش لأنه حلوة اشتريتها لأنه ريحتني ونسبة جسمي وأكيد كولكسيون شكرا لك غنوة كساب أهلا وسهلا فيك أكيد المشاهدين والستات اللي بيحبوا الكعل اللي بيكونوا انبسطوا بالحلقة مزيد من المعلومات دي حلقات جديدة مع غنوة كساب نحن مروح إلى فاصل إعلان من بعد الفوتبول وعش الأولاد وتحديدا الصبيين للفوتبول كيف ين الأهل ينموا هيدا الشي شو بتعطيهم إذا بدكن هيك من معرفة أو ثقة أو تخطيط تقدر تساعدهم بالحياة مع الكوتش وبلانش بعد الفاصل خليكم برفتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر